وبالنهاية انتهت مباراةنا أمام ميانمار مو بنتيجة 4-0 كما توقعنا ولا بنتيجة 3-0 ولا حتى بنتيجة 1-0 انتهت المباراة بنتيجة 1-كل في مباراة إذا بدنا نحط لها عنوان لازم يكون هذا العنوان لعنة استبعاد عمر السومة التي أصابت المنتخب فالمنتخب اليوم بصراحة بشكل واضح وجلي وأصغر مشجع من مشجعين المنتخب رح يلاحظ أنه مكان عمر السومة في المنتخب حاليا خالي وأن المنتخب حاليا ينقصه مهاجم وينقصه عمر السومة فخلونا نتكلم عن المباراة اللي احنا منتخبنا ويكتور كوبر ولاعبين نعملوا بنفسهم هاي النتيجة وهم اللي أدوا المدرب واللاعبين هم اللي خلونا تنتهي المباراة بهاي النتيجة وهم اللي خلو الجمهور السوري حاليا يزعل بنتيجة هاي المباراة فخلونا نفوت بالفيديو على السريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلوكم وشيخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم علاوة من قناتها على ويتيوب بقناتها ينزل محتوى رياضي سوري إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تسقطنا لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو كيف بدك تعرف مستورعون الهجومي الكبير اللي وصله منتخبنا الوطني السوري المشكلة اللي حتى ببطولة كاساسيا لما كنا نقدم أداء كبير كنا بكل فيديو نطلع ونقول فيهنالك رعونة هجومية كبيرة على مرمى الخصم ما قام نقدر نسجل أهداف خالص في شباك الخصم كيف بدك تعرف المستوى الكبير اللي وصله الرعونة الهجومية وعدم وجوده مهاجم مع منتخبنا وغياب عمر السومة كيف بدك تشوف تأثيره لما تشوف حارس منتخب مينمار هذا يلي أقصر يلي هو أقصر لاعبي منتخب مينمار حارسهم أقصر واحد فيهم طوله بعد ما رجعته عليه على برنامج على جوجل وبحثت عن طوله لقيت طوله متر واربعة وسبعين سانتي يعني هذا الحارس أي تسديدة من بعيد أي رأسية شوي عالية أي كرة تيجي على مرمات تكون شوي أخذ زاوية حتى لو يرمي حاله عليها ما راح يقدر يجيبها ولا راح يقدر يوصلها هذا الحارس هو ذاته منتخبنا ما قدر يسجل عليه هذا الحارس يلي بهاي المواصفات ومهاجمينا ما قدروا يسجلون عليه كيف مهاجمينا بدهم يسجلون عليه ومهاجمنا مارديك مارديك بالمنتدى لما نزلت تشكيلة المتخب قدت لكم تشكيلة متوقعة ويكتور كوبر بديو يثبت على الأسماء لكن مارديك مارديكيان تمنيت أنه يكون على الدين الدالي بداله لأنه عارف إيش راح يعمل مارديك هو ما عمل شي أصلا أعرف أنه ما راح يعمل شي مارديك مارديك مارديكيان كان عبارة عن نص بلوكة محطوط بأرضية الملعب ما تستفيد منه خالص يعني كنا نلعب اليوم لحد ما نزل على الدين الدالي بعشرة لاعبين مع الحارس مارديك مارديكيان ما استفادين منه خالص بالعكس ضيع علينا هجمات لما أشوف هاي الركلات الحرة يلي قام تيجينا وكميات هاي اللي كانت تيجي شوية ركلات حرة بعيدة تيجي عن طريق عرضيات ولما أشوف الفرص الهوائية يلي قام تيجينا من ركلات حرة ومن الركنيات وما أكثرها بمباراة اليوم أمام لعبين ماينمار يلي بنيتهم الجسمانية الفيزيك كثير كثير ضعيفة وكثير قصار بدي وجباري أستفقد عمر السومة فهي الفرص لو جاي على عمر السومة بمباراة اليوم ستقولي ستقولي لن تنتهي المباراة بأقل من نتيجة أربع صفر في شباك ماينمار كل الأهداف اللي راح نسجله ستأتي من كوى الرأسية خاصة في ظل تواجد هذا الحارس وفي ظل تواجد هذه البنية الجسمانية من لاعبين ماينمار لكن إحنا بمباراة اليوم إبراهيمي صار أضاع كثير فرص مارديك مارديكيان ما خالص حتى يتجه للفرص وإن أتته الفرصة أو الفرصتين يعني هو ثابت بمكان وواقف بس بأرضية الملحب إذا أجدت فرصة أو فرصتين ضيعها ما في هناك أي مهاجم منتخبنا ما في مهاجم لذلك قام يصير فينا هاي الرعونة الهجومية كنا سابقا قبل ما يتطور المنتخب وقبل ما يجيب المحترفين ننتقد المنتخب على شغلتين المسألة والانضباط الدفاعي والهفوات والكوارث الدفاعية اللي كانت تحصل سابقا ولكن الحمد لله رب العالمين حاليا تعدلت بعد ما رجع أيهم أوسو بعد ما شوي تطور ثائر كرومة فصار دفاعنا شوي متطور لكن مسألة الرعونة الهجومية اللي كنا ننتقد فيها المنتخب سابقا لا تزال موجودة في هناك تطور نعم من جهة الأجنحة خاصة بعد دخول داليهو ما داليهو ونشوف محمود الأسود عمار رمضان في هناك تطور من الأجنحة لكن يلي يخلص لك الكرات يلي يعطيك اللمسة النهائية للهجمة ويحط لك يا هدف غائب حاليا عن منتخبنا قلنا لك أيضا يا هكتور كوبر حتى علاء الدين الدالي لازم يدخل من بداية المباراة والرمض أحسن من العمام ما جبت عمر السومة أدرج علاء الدين الدالي يعني بالعقل يا هكتور كوبر الله يوفقك هكتور كوبر لما يفكر بمركز الحراسة يفكر يعني بنيرة وفعلا يفكر بشي صح لما يفكر بمركز المهاجم لما يفكر بمركز الدفاع يفكر أيضا بشي صح لما يفكر بمركز الوسط يفكر بشي صح لما يفكر بمركز الأجل حيفكر بشي صح يجي لما يفكر بمركز المهاجم رأس الحربة سبحان الله تحس فطيسة تفوت مخه فطيسة تفوت مخه ولا كأنه سرع الدعقل مارديك مارديكيان لعبا للدور السوري مع نادح الطين علاء الدين الدالي محترف في الدور العراقي بل هو هداف الدور العراقي علاء الدين الدالي جدا جدا منشعل من الداخل ويقاتل على الكراف في كل مباراة يلعبها وحتى مع نادين فطميسان مارديك مارديكيان ثقيل جدا مع ناده حطين ومع أي نادي مثله قبل كان الحمرية ومع أي نادي مثله فإيه شي اللي يخلاك تفكر يا هكتور كوبر أنك تدخل مارديك مارديكيان بشكل أساسي وتحط علاء الدين الدالي اللي سجل هدف تعادل تبعنا بشكل بديل لما دخل بشكل بديل هو اللي سجل هدف إيه شي اللي يخلاك إلا إذا كان مارديك مارديكيان ماسك عليك مستمسك هذا الشيء هذا كلام ثاني والله العظيم كل الأرقام والإحصائيات والشيء والواقع يقول لك أنه الأزم علاء الدين الدالي والشكيلات المتوقعة للخبراء الرياضيين قالوا بأنه علاء الدين الدالي سيدخل بشكل أساسي نرى أن مارديك هو اللي دخل بشكل أساسي ثانيا لما صار فيه هناك تبديلات ودخل داليهو إيرانداست ودخل علاء الدين الدالي شفنا كمية التطورة اللي صار بالمنتخط وشفنا كمية الهجمات الخطيرة اللي صارت في مرمى ميانمار وهذا أيضا يدل على عدم حسن إدراج هكتور كوبر للتشكيل الأمثل خاصة مثل ما قلنا لكم في مركز المهاجم فأنا أتمنت بالتشكيل المتوقعة أنه يدخل داليهو بشكل أساسي لأنه عرف عده لمسة سحرية في الكرة وشفناها شلون هاي اللمسة وما شاء الله داليهو بعد ما دخل حرك كثير بالمنطقة في هناك تبديل ما ثمتوه خالص من هكتور كوبر لما بالدقيقة 88 سحب إزكيل العم ودخل المار أبرهام هو إحنا ناقصنا حاليا وسط مدافع هو إحنا حاليا ناقصنا لعيبة وسط يميلون للأدوار الدفاعية لإياريتم دخل وسط مهاجم إحنا حاليا ناقصنا تبديلات بخط الوسط اسحب إزكيل العم ولازم من الدقيقة 60 حتى كنت أقول لأخوي إيمت بده يسحب لعب من لعيبة الوسط وينزل أنطونيو يعقوب ويلعب بمهاجمين أنطونيو يعقوب وعلى الدين الدالي مشان نقدر نحسمه ومشان نقدر نسجل أهداف فيه هناك رعونة هجومية ما في مهاجم بدنا أهداف مو بدنا لعيبة وسط فهذا التبديل بصراحة ما في متو خالص من هيكتور كوبر ما عرف ليش عمله فقط ضيع وقت لما رفعه القائم بس هذا اللي استفدنا منه لما سحب إزكيل العم ودخل المار أبرهام شغلة ثانية ثالثة مينمار ومنتخبهم غطوا على الدور السوري في مسألة إضاءة الوقت وهذا الشيء إحنا اللي عملناه بنفسنا لما دخلنا مارديك مارديكيان بشكل أساسي ولما أضعنا كثير فرص فسجلوا علينا مينمار فصاروا يضيعون فرص أيضا دفعنا أخطأ خطأ كبير لما تسجل في مرمانة هدف من مينمار فكان من ركنية قلنا لكم قاماتهم كثير قصيرة فما أعرف كيف قدر لاعب منتخب مينمار ينطح النطحة الأولى وبعدين لاعب ثاني يتابعها من مينمار بدون أي رقابة دفاعية وبدون أي استخلاص دفاعي هو مينمار أصلا هجم كثير علينا على فكرة هجم كثير فرص ما أقدر يسجل منها غير هدف واحد بخطأ دفاع كارتي لكن دفعنا كان يستخلص كثير كرات لكن مشكلة منتخبنا حاليا هو المهاجم مشكلة منتخبنا حاليا هو مركز السي إف راس الحربة يجب أن هكتور كوبر إليه كحل هذا المركز حتى منتخبنا يكون متكامل بكل صراحة مينمار اللي كنا نتمنى اللي كنا نتوقع أن ننفوز عليها بنتيجة 4-0 وبنتيجة 5-0 ما أقدر أن ننفوز عليها وتعادلنا معاها بنتيجة الواحد كل أتمنى بمباراة الإياب في الدمام أنه ندخل بعلاء الدين الدالي بشكل أساسي وما يضر إذا دخلنا بعلاء الدين الدالي وأنتونيو يعقوب بشكل أساسي في مباراة عشانا نقدر ننهي المباراة بشكل مبكر وما نخلي مينمار يسجلون علينا لأنه إذا سجلوا علينا شفتم منتخب مينمار يتفوقون على لاعبين الدوري السوري في مسألة إضاءة الوقت فيقتلون المباراة إذا سجلوا علينا بس والله هذا كان فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة